بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما ترن النذر فتغن عنهم كوم يدعو الداعي إلى شيء نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكلهوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أرواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد أسونا القرآن للذكر فهل من مدكر كلبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كلبت ثمود بالنذر وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسع ألقي الذكر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل أرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن نريم أرسلوا الناس فكيف كان عذابي ونذر أرسلوا الناس أرسلوا الناس أرسلوا الناس أرسلوا الناس أرسلوا أرسلوا الناس أرسلوا الناس أرسلوا الناس أرسلوا الناس أرسلوا aby ونذر ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدور بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا من سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ترجمة نانسي قنقر